اشتركوا في القناة انا صنعت محتوى على اليوتيوب وحياتي كلها عبارة عن صناعة محتوى يا اما بصور يا اما بمنتج يا اما بحاول ادور على الافكار الجديدة وتسعين في المائة من وقتي بيروح في المونتاج على طول بلاقي نفسي قعدة على اللابتوب بحاول ان انا اعمل منتاج موضوع بياخد وقت طويل جدا مني وفي حاجات كتير من كترة انا بعمل منتاج على طول باستمرار بتحصل بدون وعي مني من كترة الوقت اللي انا بعوده على اللابتوب على طول على برامج المونتاج فبلاقي صباعي على طول بيروح لكنترول زي او اللي هو الزرار بتاع الاندو او اللي هو الرجوع خطوة للورا لو مثلا بعمل كوت مثلا لكليب معين ما اجبتنيش النتيجة فبلاقي نفسي على طول كنترول زي حطيت صورة مثلا حسيت ان هي لا الاضاءة بتاعتها مش حلوة مثلا او اللون بتاعها مش لايق مع البيجراون تاعت الفيديو كنترول زي حطيت مثلا موسيقى معينة حسيت ان صوتها عالي مثلا او عليت الصوت شوية حسيت انه اوفر عالي او وطيته قوي فحسيت انه مش مسموع كنترول زي كنترول زي كنترول زي طول الوقت فصوابعي بقت واخدة جدا على حتى شوفوا زي ما بقولوكوا كده دلوقتي عارفة فين اللوكيشن او البوزيشن بتاعت كنترول زي فالموضوع دا بقيت اعمله كتير جدا بدون وعي اصل غير ما اخد بالي ان انا بعمله كتير قوي فقعد تفكر مع نفسي كده انه تخيله تخيله يا بسمة تخيله لو عندك الوضيط ده في حياتك لو عندك اوضيط او لو عندك اختيار ان انت كل ما تاخدي قرار غلط في حياتك ترجعي فيه وترجعي فيه من غير عواقب يعني احنا ممكن نرجع في قراراتنا على فكرة يعني على الارض الواقع اه ممكن لو فتحت شركة مثلا وفشلت ممكن ابيعها مثلا او ممكن اصف فيها لو حد تجوز جوائزة مثلا فشلت ممكن يتطلق بس ده مش الاندو اللي احنا بنتكلم عليه انا بتكلم على الاندو اللي ما فيه وش عواقب كأنه زي زي الادتين كده او زي المونتاج يعني انا لما بعمل اندو اولا بدوس على الزرار في سانيتين مش بضطر ان انا اروح محكمة ارفع قضية او او ادور على حد يشتري شركتي او حاجة متعبة ممكن عملها هي الزرار في ثواني ومفيش اي عواقب للموضوع يعني الفيديو هيفضل زي ما هو انا هفضل زي ما انا مفيش حاجة تتأثر فتخيلوا مثلا لو حد تجوز حده ما عجبهوش فكنترول زي ينسى اصلا كأنه مجاش كأن المموري دي ما حصلتش هو ده الاندو اللي انا بتكلم عليه تخيلوا لو ده اوبشن في حياتنا تخيلوا شكل الحياة كنت هتبقى عاملة ازاي يعني قعد تفكر مع نفسي كده تخيالي لو يا سلام لو الواحد يقدر يعمل كده يعني مش هتبقى حاجة جميلة مش هتبقى حاجة حلوة مش هتبقى حاجة اصلا مريحة كده انه ما يفعش تغلط مستحيل تغلط لان حتى لو غلط هتعرف تمسح الغلطة وهتفكر مع نفسي كده انه بشخصيتي دي اللي عارفني على اليوتيوب وتفرج على فيديوهاتي هيبقى عارف ان انا حياتي مليانة ريجرات مليانة ندم فانا عندي 29 سنة دلوقتي لو انا كل حاجة باخدها او كل قرار باخده غلط برجع فيه او بعمله اندو كان زماني دلوقتي لسه مثلا في 2007 كان زماني دلوقتي لسه 19 18 18 16 سنة لانها بقى لسه وقفة هناك عمال حيول ازبط المواقف القديمة اللي انا عملتها غلط لان سوربريزنجلي سوربريزنجلي مش كل المواقف اللي احنا بنتحط فيها بنلاقي نفسينا غلطانين الابشن التاني هو اللي بيطلع صح ممكن يبقى ممكن يبقى فيه اوبشن تالت احنا مش عارفينه اصلا وممكن يبقى لتنين غلط وممكن يبقى لتنين صح وممكن نبقى اخترنا القرار الصح بس نحس انه غلط فلما نرجع نختار القرار التاني نلاقي انه هو ده الغلط فنرجع للأولاني فهمين قصدي يعني هنضيع كمية وقت وكمية مجهود وكمية طاقة رهيبة في ان احنا نصلح الماضي وعلى فكرة حاجة زي كده مش بس هتأثر على الماضي يوود ثنك ان كنترول زي ده هيأثر بس على الماضي بس على فكرة لا ومش بس هيأثر على الماضي كمان هيأثر على الحاضر وهيأثر على المستقبل ازاي بقى انا لو دخلة مشروع مثلا عارفة انه كده كده هينجح هل هعمل دراسة جدوى هل هعود احسبها بالورقة والقلم وافكر وادرس ممكن مشاريع تانية ممكن تبقى افضل وادور على مستثمرين وانزل اشوف بعيني واشوف الكمباتترز هل هعمل كده ولا هخش على طول افتح المشروع هحط كل فلوسي في المشروع اللي انا دخلاك هل هصلي استخارة هل هدعي ربنا انه يوفقني هل هيبقى عندي اي نوع من انواع الرهبة او الخوف او القلق من نتيجة المشروع ده لأ لانه انا عارفة كده كده انه حتى لو قرر يطلع غلط انا هعمل من غير مخسر فلوسي ومن غير مخسر وقتي من غير مخسر اي حاجة لا هخسر وقتي من غير مخسر اي فلس من فلوسي وهدخل بي مشروع تاني فالموضوع بيسيكلي هيتحول لترايل اند ايرر فتخيلوا قد اي حياتنا ممكن تتغير لمجرد ان احنا زودنا الابشن ده في الحياة او في الوجود مش هيبقى فيه اي نوع من انواع التفكير اي مور في اي حاجة احنا بنعملها مش هيبقى فيه استمتاع بالنتائج مش هيبقى فيه رهبة من المواقع مش هيبقى فيه ادرانالين اصلا مش هيبقى فيه رزق في الحياة مش هيبقى فيه مخاطر مش هيبقى فيه اي تفكير لأي قرارات مصيرية احنا بناخدها في حياتنا مش هيبقى فيه اصلا حاجة اسمها قرار مصيري لان وانا بعمل ادتينج لما باجي امسح كليب مثلا او لما باجي احط صورة ده مش قرار مصيري في حياتي لان انا عارف ان انا ممكن ارجع فيه بسهولة فكل حاجة في حياتنا جواز خلفة شغل شركة اي قرار في حياتنا هيتحول لقرار شبه ان انا احط اوديو كليب مثلا او كليب على او اوديو على كليب مثلا في برنامج منتاج يعني لان هقدر عمله اندوزة معجبنيش فهيأثر جدا على الحاضر بتاعنا هيأثر جدا على المستقبل بتاعنا كمان لان الوقت اللي احنا هنضيعه ويحنا قاعدين نزبط في الماضي ونزبط في القرارات الغلطة اللي احنا عملناها ونعيد صياغة المواقف ونعيد صياغة كلامنا واحنا بنتكلم مع الناس ونبولش قوي في المواقف وفي نفسنا احنا روحنا على نفسنا حاجات تانية احلى وكتير كان ممكن تحصل لنا في المستقبل لو احنا سبنا الحياة يمشي زي ما هي فالموضوع ليه ابعاد كتير جدا هيغير جزريا شكل الحياة اللي احنا عيشانها لو احنا قررنا ان احنا نستعمل الفيتشر دي في اعتقادي هو طبعا لا يمكن دا يحصل ولكن انا ليه بتكلم على الموضوع ده بالطريقة الخيالية دي لان اولا اللي عارفني على اليوتيوب شانل هيبقى عارف ان انا مريت بتجارب وحشة جدا جدا في حياتي وانا صغيرا عندي دلوقتي 29 سنة لما كان عندي 17-18 سنة كده فديت ان انا اشتغل بدوام جزئي في امالكين كتير لان انا كنت عايزة اشتغل صراح انا يعني كنت عايزة اعتمد على نفسي كنت عايزة احس ان انا كبرت بقى وان انا بقى ليه رأي في البيت وانه محدش يقدر يقول لي بقى اعملي دي علشان مصروفك ما يتملعش عنك لان اولا دي عندي فلوسي فهدش هيقدر يخوفني بالمصروف فاشتغلت في سنة بدري قوي واللي عارفني على اليوتيوب هيعرف هده ايه انا اتحطيت في مواقف سخيفة جدا بسبب الشغل ده اشغال كتير يعني حاجات كتير انا عملتها منهم مسلا انا اشتغلت كتير مسلا والناس نصبت علي في فلوس وعملي مقدرت ان انا اخد حقي لان انا كنت دايما خايفة جدا او مكسوفة ان انا اتكلم في مديات وفلوس وكده والناس هتقول عليها ايه لو رحت طلبت مرتبي والناس بقالها سنة مدفعت ليش وانا مكسوفة ان انا اقولهم عايزة مرتبي حاجات كتير اوي 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 ندمت عليها وفي حين ان انا ندمت عليها انا برضو ادرت بعد سنين طويلة اه ان انا اتخطاها بس الحمد لله اتخطتها بدليل لان اتكلمت عليها على اليوتيوب من اول الفيديوهات اللي انا عملتها على اليوتيوب كان الكلام على المشاكل او جزء من المشاكل الحصائيتي دي لان في حاجات لسه مقدتش اتخطاها بصراحة احكي لكم عليها في المستقبل بس عموما التخطي حقيقي ونقدر ان احنا يعني نمر بيه ونقدر ان احنا نعلم نفسنا زي نتخطى المواقف الصعبة او الحاجات اللي احنا بنندم عليها ولكن ده مش معنى ان احنا مندمناش اصلا لا بنندم والموضوع بيبقى مؤلم وبيبقى غلس وبيبقى سخيف وبنتمنى يا لو رجع بيا الزمن ما كنتش سبت فلان يكلمني بالطريقة دي وما كنتش سمحت الفلان يعدي الريد لاينز بالطريقة دي وما كنتش سمحت الفلان ان هي تدخل حياتي اصلا او ان هي تكون صاحبتي وما كنتش سمحت لنفسي ان انا مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف حاجات كتير لا تعد ولا تحصل ولكن زرار الكنترول دي مش موجود في الحقيقة ولا كنترول زي ولا فاست فورورد ولا اي حاجة من الحاجات دي موجودة بس الحاجة الموجودة ودي حاجة لطيفة قوي هي الزرار بتاع البوز يا جماعة عارفين البوز احنا في اللاكتوب بنستعمل اللي هو المصدرة الطويلة دي علشان نوقف الفيديو هو بنعمله منتاج فالبوز ده هو اللي هيبقى فعلا فعلا مفيد وإيجابي جدا جدا في حياتنا لو موجود لو الزرار ده موجود يعني تخيلوا مثلا اتحطيت في موقف صعبة مثلا حد بيسألك سؤال محرك مثلا مش عارف ترد عليه ازاي وحاس ان هو قليل الزوء قوي ان هو سأل السؤال ده ازاي يعني يقولي ازاي يعني يسألني مثلا مرتبك كامل ولا ازاي مثلا تنت تسألني مثلا انت لسه مجوزتيش حد الوقتي اللي قدك يا حبيبتي يبقى عندهم احفاد تخيل لو انت في الوقت ده عندك زرار بوز تخيل بدل ما يبقى عندك زرار كنترول زي اللي يخليك ما تروحش اصلا الخروجة دي او ما تشوفش اصلا الانسان ده او ما تحطش اصلا في الموقف ده لا كنترول زي مش مهم قد البوز اللي يخليك تقف ثانيا افكر عشر ثواني اقول ايه كل بقى الحاجات السيناريوهات متاعت الكلام اللي بتجلنا قبل ما ننام بالليل دي انا ازاي ما ردتش قلت كزا انا ازاي زمحتلهم يقولوا كزا تقدروا بقى تفتكروها في العشر ثواني بتوع البوز دول بتهيقلي دي هتبقى حاجة تحفة هتغير حاجات كتير جدا صحياتنا بس المفاجأة ان زرار البوز ده اكشلي موجود you can just pause دلوقتي انت ممكن تعمل pause في اي لحظة بان انت تفصل عود نفسك تفصل لو انت عايز ترد على سؤال دلوقتي اتسألته ممكن تقف مع نفسك ثلاث ثواني عود نفسك لما تيجي تتكلم عن حاجة او لما تيجي تترياكت على حاجة او تتصرف في موقف معين out of اندفاعك عود نفسك تعد لحد تلاتة واحد اتنين تلاتة واي اي هبط في الحياة او اي عادة انت عايز تعود نفسك ان انت تعملها بصفة مستمرة هتاخد منك واحد وعشرين يوم عافين ال 21 days rule اللي هي ايه قاعدة الواحد وعشرين يوم فيه ناس بتاخد اكتر من كده بتوصل لحد ستة وستين يوم وفيه ناس مية خمسة وتمانين يوم تقريبا او مية وتمانين يوم حاجة كده بس تقدر على ارض الواقع لو مرنت نفسك على حاجة لمدة واحد وعشرين يوم ان انت تعملها بعد كده بدون وعي تبقى جزء من شخصيتك فلو مرنت نفسك ان ان انت تبوز قبل ما تتكلم او قبل ما تتصرف في اي موقف وفي اي حاجة في الحياة بعد واحد وعشرين يوم او خلينا نقول بعد شهر هتلاقي ان هي بقت جزء منك هتلاقي ان هي بقت حاجة سهلة ان انت تعملها بدون وعي فانتوا قلوا لي لو عندكم الابشن ده هتستعملوه ولا لأ الكنترول زي الاندو هتستعملوه ولا لأ ولا هتفضلوا ان انتوا تستعملوا البوز وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة